اشتركوا في القناة ومن يدرسون الرياضيات وكذلك من لا يجدون الرياضيات بلما اطول لكم لا تنسوا الضغط على اشتراك او سابسكرايب او ابونيو في القناة وكذلك تفعيل تقنية الجرس ولا تنسوا دعمنا بترك تعليق اسفل الفيديو ان اعجبك البرنامج او اذا لديكم اي استفسار حول تطبيق ما وكذلك لا تنسوا نشر هذا الفيديو في صفحات التواصل الاجتماعي وكذلك نشره بين الاهل والاصدقاء وشكرا لكم والان ننتقل الى الفيديو لما اطول لكم قد سبق وتعرفتم على صفحة رئيسية لهاتفي نذهب الى مجلد التطبيقات الاجتماعية نذهب الى تطبيق مكتبة الكتب المجانية هذا التطبيق رائع جدا وفيه كتب مجانية لمن يحبون المطالعة ولا يملكون المال لشراء كتب فقط يجب ان تكون قد سبق لك نزلت تطبيق البيدياف او اذا كان موجود في هاتفك فهذا امر جيد كذلك من هنا اذا ضغطت في الاعلى على اليمين ستنبثق لك هذه الايقونة فيها عديد من الخيارات يمكنك قراءتها فهي بالعربية من هنا فقط هذه التقنية رائعة جدا وهي اضغط هنا لتحديث الكتب مثلا من هنا تنزل فتجد الكتب حسب تصنيفها لاحظوا هنا هي مصنفة حسب نوع الكتب او اختصاص الكتب فهذا رائع جدا لان هذا التطبيق تجد انه منظم وتحس بانه صراحة منظم جدا انا اعجبني وكذلك سأشارك معكم بعض الكتب التي انا قد سبق لي وقد اخترتها مثلا هذه الرواية لا ادري ان كانت جيدة او لا لكن فقط تريد ان اشرح لكم طريقة التحميل للتحميل اضغط هنا الان نذهب الى ايقونة التنزيلات او تليشارج مو او دونلود في هاتفك اذا كان بفرنسي او بالانجليزية من هنا تجد الكتب التي قمت بتنزيلها من هنا نضغط مثلا على هذه نرى ان كان الكتاب انه لا يتحمل لانني قد سبق ونزلت كتاب للطبخ هو الان يتحمل لكن هنا تجده وتضغط انا سبق وقد نزلت هذه هذا الكتاب عفوا وهو كتاب رواية رائع جدا اسمه مذاكرة الطالب مسلي جدا انا احبك جدا هذا الكتاب او هذه الرواية انصح بقراءتها حتى هو يملك فيه صور رائع هذا الكتاب انصح بقراءته انا حاليا اقرأه وكذلك اقرأ رواية اخرى كان هذا تطبيق المكتبة هو سهل جدا لانه بالعربية فيه تقنية العربية وهذا امر رائع جدا لاحظوا هو سهل لا يتطلب الشرح فقط شرحت لكم كيفية التنزيل منه الان ننتقل الى البرنامج الثاني وهو نوسع صحية كي لا اطيل عليكم الوقت فقط هذه هي الصفحة الرئيسية لهذه الصفحة هنا تجد هذا التطبيق عفوا تجد من هنا المواضع الطبية مرضى السكري صحة المرأة الادوية مستكشف الامراض الاخبار والدراسات الحاسبات الصحية تعرف على جسدك الخيارات وكذلك تحديث تحديث هو يقصد به تحديث البرنامج وهذه النقطة تحسب في صالح هذا البرنامج نذهب مثلا نختار اي موضوع مثلا نختار المواضع الطبية ثم بثق لك هذه الصفحة تضغط من هنا عرض المواضع حسب الاختصاص او حسب اختيارك نحو حياة الصحية اضغط على هذا الاختيار في الاول اردت ان اقول شف الله كل مريض وعافى كل مبتلي واختي ارا لايحفظكم من بعد ليكم كم الامراض وشفي كل مريض وكل مبتلي يارب ان شاء الله ويرفع لي هذا الابتلاء اا كانت هذه الخيارات فانت تختار عن ماذا تريد ان تقرأ هكذا فقط من هنا تعود إلى الرئيسية مثلا ماذا تريد أن تطالع مثلا تريد أن تعرف عن جسدك تبحث من هنا تعرف على جسدك أو إنه لا نستطيع ذهب إلى تصفح هو بالمتصفح لا علينا مثلا ليسا تهمهم الصحة المرأة ومن هنا عدة الخيارات ولكن اختيار أختي الكريمة الآن نعود كان هذا البرنامج سهل جدا لتنقل فيه وهو بالعربية هذا الرائع في هذا البرنامج الآن ننتقل إلى البرنامج التالي الذي أنا أريده أن أشرحه هو برنامج رائع جدا واسمه سوكراتيك هذا هو الذي أضع فيه بوما على شكل بوما لكن اسمه سوكراتيك وينزل كذلك من جوجل بلاي أو بلاي ستار أنا شرحت كل البرامج التي تنزل من بلاي ستار وتضغط هكذا تعدل عليها ملاحظة إذا كتبتم العملية بالعربية أو العملية نعم نعمل رياضية بالعربية لا يظهر معكم الحل يعني إذا كنتم أنتم تدرسون بلغة العربية يجب رياضية بلغة العربية يجب أن تقلبوا المسألة إلى الفرنسية وتكتبوها وهو لا يشتغل بدون أنترنت يعني هو داعم للأنترنت هذا هو الحل في هذه الصفحة يعطيك عديد من الحلول مثلا لاحظوا من هنا يريك كيف تحل العملية ها قد شرح لك كل الطريقة من هنا كذلك يشرح لك الكثير طريقتهم متقدمة يفهمون أصحاب الرياضيات ومن هنا العملية مبسطة لمن يدعمون 1 زائد 1 يسوي 2 أنا مثلا ضعيفة في الرياضيات كان هذا هو البرنامج اسمه سوكراتيك وهو برنامج رائع لمن لا يجدون الرياضيات هذا هو اسم البرنامج ينزل من البلاي ستار والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو لا تنسوا الضغط على اشتراك بالقناة أو سابسكايب أو أبوني وكذلك تفعيل تقنية الجرس كي يصلكم كل جديد ومتابعة فيديوهات السابقة ستعرفوا على برامج رائعة يمكن تستفيدوا منها فقط أردت أن أقول شيء في الحلقة المقبلة إن شاء الله راح يكون فيديو عن كيفية تعلم اللغة الإنجليزية هذه الطريقة أنا أستعملها شخصيا وقد لقيت فيها تطور كبير وسريع جدا جدا لهذا أردت أن أشارك معكم تجربتي الشخصية في اللغة الإنجليزية لهذا انتظروا هذه الحلقة لمن يريد أن يتعلم الإنجليزية بطريقة سهلة جدا وبدون أي أستاذ فقط كما قلت لا تنسوا دعمي باشتراك وبإعجاب بالقناة وترك تعليق وكذلك نشر فيديوهاتي في الصفحات التواصل الاجتماعي ومع الأهل والأصدقاء إذا أعجبكم المحتوى ودمتم في رعاية الله وحفظه إلى الفيديو القادم إن شاء الله موسيقى